عايزة عرف منك هولي موقف الزمالك من الوضع داي طيب خليني بس أأكد على معلومة حسام بالفعل آه الكابتن عزب هو اللي هيكمل وكابتن وجيه هيخش اللجنة ده القرار اللي تم الاستقرار عليه النهاردة مش بكرة في الاجتماع لأهم واضين القرار كاتحاد كرة وخليني أقول لك معلومة يا كريم إن في التحقيات اللي حصلت مع كابتن محمد عياد الوطائم الحكام من لجنة الحكام لجنة الحكام نفسها شايفة إن فيه غلطتين بس في المتش ضربة جزاء التانية بتاعت البنك وضربة الجزاء بتاعت الزمالك عشان هي شايفة إن الخطأ هي ضربة الجزاء بتاعت الزمالك لا هو خطائين ضربة الجزاء بتاعت عواد اللي هي دخل فيها لجنة الحكام نفسها شايفة إن ده خطأ من الحكام اقتسامها ممكن أقول حاجة بس بسيطة هو كده كده إحنا مش المفقود كله نختلف أو نطفك على أخطاء الصيف المبارئة كده كده كل المبارئات بيحصل فيها أخطاء صحيح طويل هي الحكاية بس في الكرة بتاعت الزماج برضو احنا عدينا مرحلة انه الكرة كانت ضرب الجزاء ولا احنا مع الحدث اللي حصل ده والتسجيل السوتي والتسريبات وانه كابتن محمد عادل لو صح التسريب انه كابتن محمد عادل قال لا مش ضرب الجزاء وبقى رأي حتسب هو ده الحالة الجدلية مش انه ضرب الجزاء صح ولا غلط عارف المشكلة في ايه ان كان فيه واعتقد ممكن حسام يتطفق معي كانت فيه حملة ممنهجة عشان يخلصوا على محمد عادل لجنة الحكام من لجنة الحكام لا هو فيه خلافات ده ما حد يش يقدر يغفله خلافات بسبب موضوع انه كان استبعد من القائمة الدولية وانه كان فيه خلاف ما بين الكابتن محمد عادل والكابتن ابراهيم نور الدين بشكل واضح وصريح انه كان فيه خلافات ما بين الاتنين فالخلافات دي انتقلت بقى بالشكل اللي احنا ربما شايفينه في الوقت الحالي لكن كل دي طبعا كريم فيه مشكلة في التحكيم المصري في أسرة التحكيم بقالها سنين وسنين وسنين مهما تغيرت الاسماء بتفضل نفس المشكلة اللي بره بيحارب في اللي جوه فيخرج اللي جوه يبقى بره فيحارب في اللي دخل مكانه تقولت الاسم ايه أسرة التحكيم منين جبتوها منين دي انا فعلا بكون حزين على الوضع ده لانه عندنا التحكيم المصري فيه قامات واسماء كبيرة جدا تستحق انها تكون موجودة وتاخد الفرصة كاملة والناس اللي بره تساند اللي موجود هايل كامل اهولي فالحتة بس بتاعت لجنة الحكام اللجنة نفسها كريم لو كانت خربت قالت اه فيه اخطاء في منطقة من الحكام وهيتم محاسبتهم او يعني اطلع امن بالبلد كده امن الحكم بتاعي ودفع عن لكن انا سبت طاقم الحكام ومحمد عادي في مرمى النيران وكأن انا مبسوط باللي بيحصل ومعنديش مشكلة وتمام ولما تلاسعت بحاول امن نفسي انا بتكلم كلجنة الحكام ايبا فهي قصة لجنة الحكام سبب رئيسي في الازمة اللي احنا فيها دي وزي ما كنا بنتكلم كده او حسام بيتكلم ان هي مشاكل الله يرحمه من قائم كابتن محمد حسام تقريبا احنا كل سنة في نفس القصة جبنا كلاتنبيرج عندنا نفس المشكلة جبنا فيتور بريرو عندنا نفس المشكلة الله يرحمه قائم كابتن محمد حسام لو تفتكر وكابتن جات جريشة كابتن عصام سيامور كابتن جمال كل أي رئيس لجنة حكام هنلاقي نفس الأخطاء هنلاقي نفس المشاكل ليه إحنا في الآخر هي زي ما أنت بتقولك أنا فيش حالة اسمها أسرة تحكيم الرأي بيتغير ودي الكارسة الرأي بيتغير لو أنت برى اللجنة عن وانت جوة اللجنة لو أنت مسؤول في لجنة الحكام ممكن تطلع تقول ضربة جزاء الزمالك دي صحيح عشان أنت مسؤول لما تطلع برى وتحللها تحكيميا تقول لها والله أنا شايف أن هي عرق الزمالك موقفه إيه؟ الزمالك شايف نفسه أنه برى الأزمة دي الزمالك شايف أنه تظلم أصلا في المطش يعني أنا كان ممكن يضيع علي كزمالك أو كنادي المطش دوت بتعادل مع البنك الأهلي لأخطاء تحكيم هو برضو الزمالك شايف أن ليه يا جماعة احنا مختزلين القصة في راكل الجزاء تم احتسابها في الآخر الزمالك أولا شايف أنها راكل الجزاء صحيحة المترجم للقناة